بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اهلم بكم طلابنا طلاب سنقول اعدادي واول حلقة نعملها على مسألة على السريع اللي قولي اعدادي المنهج الجديد 2025 كده منهج رائع طيب تعالوا كده ان شاء الله الحلقات دي هتبقى حلقات قصيرة كده احنا طبعا الدرس تشرح وترفع على القناة ماشي موجود بالتفصيل يعني بص الدرس كله كامل بالاسئلة بتاعته كمان بحلل اسئلة بتاعته فهتلاقيه هو اطويل شوية بس هتلاقي كل حاجة يعني هتخرج منه هتحله على طول بفضل لان احلل لك اصلا الاسئلة كمان بتاعته طب يلا بقى دي بتبقى مسائل يعني بعض المسائل بيبقى فيها تركات شوية فتعالوا كده يلا نحلها مع بعض يلا كده الكتلة النسبية لنواة العنصر اكس اتنين اربعة نقطة الكتلة النسبية لنواة العنصر اكس 16 طب احنا عشان نجيب الكتلة النسبية ايه هي الكتلة النسبية دي يا مستر قالك الكتلة النسبية دي مسنة اولى قالك دي بتبقى مجموع الكتل للجسيمات اللي بتكون النواة مش احنا اخدنا في الدرس لما ارجع التابع الدرس احنا قلنا الجسيمات عندي ثلاث انواع في عندك بروتونات مجابة ونيترونات متعدلة والكترونات سلم ونحن هنا مخصوصه بايه؟ قالك هو عايز لنواية العنصر احنا عايزين للنواية لنواية اللي موجودين جهه النواية مصدر محتاجين البروتونات و النيترونات محتاجين البروتونات و النيترونات فلو جيت في السريعة كده مسكتلك اكس تعالا كده همسكلك اكس الاول هو اكس اللي هو اثنين اربعة تعالا نرسم النواة بتاعتي وانا طبعا الكلام ده انا شرح بالتفاصيل في الدارس بس هنا انا بقولها في السريع بنحط فيها زائد يا مصدر وبعدين ننقل الرقم اللي تحت زي ما هو اللي والي اتنين دي كده البروتونات المجابة وبعدين بحط تحتها كده زائد و ناقص اللي يعلمت التعادل وبعدين بطلعت رحم 4 ناقص 2 يديني 2 يبقى كده أنا جبت الجسامات اللي جواه النواة بتاعت X طب تعال كده أما نجيب الجسامات بتاعت X التانية ديت X 6 12 يلا نرسم النواة بتاعتها نروح جاين برضو رسميني النواة هاي وحط فيها زائد وانقل الرقم اللي تحت اللي هو العدد الزار اللي هو زائد بين 2 إلى 6 بعد كده زائد و ناقص و طلعت رحم 12 ناقص 6 يديك 6 جميل كده أنا رسمت النواة بتاعت دي ورسمت النواة بتاعت دي طب أنا بقى دلوقتي محتاجي الطلب اللي هو طلب وعايز القتلة هنقولنا القتلة مجموعة الجسامات اللي جواه النواة مجموعة الجسامات اللي جواه النواة طب تعال كده أما نمسك الجسامات اللي جواه النواة هنا في X دي قال لك هنا اتنين البروتونات والنيتورنات يبقى هنا لما هنيجي نكتب القاعدة بص كده على القاعدة دي يبقى هنا القتلة عشان نجيبها القتلة بتساوي هنقول له مجموع القتل للجسيمات المكونة للنواة اللي هو من الاخر يعني مجموع البروتونات زائد النيترونات مجموع البروتونات زائد النيترونات طب يلا تعال كده نجمع البروتونات والنيترونات بتاعت الاولى البروتونات والنيترونات بتاعت الاولى اتنين بروتون واثنين نيتروني دي كام قال لك يديني اتنين واثنين يديني اربعة يبقى دي كده بتاعت الاولى طب اجمع لي بتاعت التانية ستة بروتون زائد ستة نيترون يديك كام قال لك يديك 12 طيب يلا يبقاش هكده اختصرهم لكده يعني اعتبرها ما هي النسبة النسبة بتبقى بسط ومقام ما شيفة اختصرها لأبسط صورة فهنا هنقول مثلا على الاربعة هيبقى فيها الواحد وهنا 12 على الاربعة هيبقى فيها الثلاث يبقى النتج هيبقى ايه هيبقى تولت يبقى هنا النسبة عندي كده بتبقى الكتلة النسبية لنواة العنصر X2-4 نقطة الكتلة النسبية لنواة العنصر X16 يبقى تبقى بتسوي التولت يبقى عرفتوا تولت داج منين تمام يبقى سؤال ممتاز تمام يا مصر يوه السلام عليكم